شدينا بعد موجز الأهم الأخبار مع هالا شكرا شازلي التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية كان الرئيس السيسي أكد خلال كلمته أمام القمة العربية أن الحفاظ على الدولة الوطنية ضرورة لمستقبل الشعوب ومقدرتها وشدد على أنه لا يصح أن تظل آمال شعوبنا رهينة للفوضى والتداخلات الخارجية التي تضر بجهود تسوية الأزمات كما أكد الرئيس السيسي أن الاعتماد على الجهود المشتركة والتكامل العربي لسياغة حلول حاسمة للقضايا أصبح واجبا أكد الرئيس السيسي استمرار مصر في جهودها لتثبيت التهديئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة وحذر الرئيس السيسي خلال كلمته أمام القمة العربية من العواقب الوخيمة التي ستترتب على استمرار إدارة الصراع عسكريا وأمنيا أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمعها بالمملكة العربية السعودية وبين الشعبين الشقيقين وخلال لقائه في جدامان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد تقدم رئيس السيسي بالتهنئة على تولي بلاده لئاسة القمة العربية في دورتها الحالية معربا عن تمانية مصر وثقتها في نجاح السعودية في تعزيز العمل العربي المشترك خلال الفترة المقبلة من جانبه أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا ومشيدا بما تتسم به العلاقات من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة مؤكدا تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي مناسك العمر على هامش مشاركته في القمة العربية بالمملكة العربية السعودية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة أعلن الجيش السوداني مقتل وإصابة المئات من عناصر قوات الدعم السرية خلال تصديه لمحاولة هجوم نفذته على قيادة الفرقة السادسة عشر مشاب يالا وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية إن قواتها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة ودمرت عشرات العربات المسلحة مشيرة إلى توجيه ضربات لتجمعات قوات الدعم السريع في جنوب أمدرمان ووسط الخرطوم وبحري أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات وتدمير عدد من العربات المسلحة قال الجمهوري كابين ميكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي إن الأعضاء الجمهوريين في المجلس استأنفوا المفاوضات مع الإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن بشأن رفع حد اقتراض الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار وكان البيت الأبيض قد أفاد في وقت سابق بأن التوصل إلى اتفاق بالشأن رفع سقف الدين الأمريكي لا يزال ممكنا ولا يملك الجانبان سوى القليل من الوقت للتوصل إلى اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية أو المخاطرة بتخلف ميكارثي عن السداد وحذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد تعجز عن سداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو حجز النادي الأهلي مقعدا في نهائي مسابقة دولي أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي بفوزه على ضيفه الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب الدور قبل نهائي للبطولة وذلك في المباراة التي أقيمت على السداد القاهرة الدولي وأحرز حسين الشحات هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الثانية والعشرين من هجمة منظمة بذأها بيرسي تاو من عمق الملعب في الجبهة اليسرى ولعبها الأخير ببراءة من أعلى الحارس ويواجه الأهلي المتأهل من مباراة اليوم بين سانداونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي بعدما تعادل ذهابا بدون أهداف في الدار البيضاء فازت سمر حمزة لاعبة المنتخب الوطني للمسارى بالميدالية الذهبية خلال منافسات البطولة الإفريقية المقامة حاليا بتونس وتفوقت بطلة مصر الأولمبي سمر حمزة على لاعبة نيجيريا في وزن 76 كيلو جراما وقدمت لاعبة منتخبنا الوطني أداء ونتائج طيبة طوال فعاليات البطولة انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات بالنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل موسيقى